كشف مدرب نادي فينا باتشا تركي بأنه لم يقم بمعاقبة الدولي الجزائري إسلام سليماني مرجعا غيابه عن آخر مواجهتين للفريق إلى خياراته الفنية بعدما فضل المواجم الإسباني سولدادو ولم يستدعى اللاعب الجزائري حتى لقائمة الفريق المعنية باللقائين ومن جهة أخرى كشفت الصحافة الإنجليزية بأن المدرب الجديد لليستر سيتي أبدى رغبته في استعادة سليماني بعدما كان قريبا من ضمه لما كان مدربا لسيلتيك